ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك لدى ترأس سموه في قصر الرفاع اليوم اجتماع الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل حيث رحب سموه بأعضاء الهيئة الجدد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم كما حثهم على أهمية مضاعفة العمل بروح الفريق الواحد لترجمة الرؤى الطموحة في مجال الرياضة الفروسية وسباق الخيل وتحويلها لفرص نوعية وأهداف متحققة على أرض الواقع خلال الاجتماع طلع سموه على الاستعدادات التنظيمية لإنجاح مهرجان سباق الخيل الذي سيقام على كأس جلالة الملك المعظم حيث أكد سموه أن مملكة البحرين تبوأت مكانة متميزة على صعيد تنظيم سباقات الخيل المحلية والدولية وهذه المكانة تستوجب على الجميع تعزيزها بمزيد من النجاحات للدفع بقطاع سباق الخيل إلى مستويات أكثر تقدما معربا عن تمنياته للمشاركين في السباق من الفرسان والمدربين والملاك وأصحاب الاستبلاط بالتوفيق لنيل كأس جلالة الملك المعظم كما جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها ما جاء في التقرير الختامي لموسم السباق 2023-2024 حيث تم الوقوف على أبرز ما شهده الموسم من منجزات وعرض آخر المستجدات بشأن سير العمل ضمن مشروع المخطط العام لنادي راشد للفرسية وسباق الخيل إلى جانب مناقشة مقترح لوائح التنظيمية والخطط الموضوعة لتطوير مضمار السباق بالنادي بما يتماشى مع أهمية المرحلة المقبلة في تنظيم البطولات المحلية والسباقات الدولية ترجمة نانسي قنقر